صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة هذا هو الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الكتاب بسنده عن أحمد بن محمد الخزاز قال سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال قطعا لن يكون موظفا في القطاع الصحي مثلا ولن يكون معلما في مدرسة افتدائية ولن يكون تاجرا في السوق هؤلاء هم مراجع الدين والحديث عن الكبار العمائم الصغيرة لا تساوي فلسا ممسوحا فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق صدقوني الذي يجري في الكواليس هو هذا اتفاقات فيما بين نواصبي السقيفة بني ساعدة ونواصبي السقيفة بني طوسي أتحدث عن كبار مراجع النجف اتصالات واتفاقات وترتيبات على محاربة دين العترة أنا لا أحدثكم عن تحليل ولا عن معلومات لست متأكدا منها عندي الكثير من المعلومات ولو كنت أجد فائدة في طرحها عليكم لطرحتها لكن حالي وحال الواقع الشيعي مثل ما يقول المثل الشعبي العراقي عرب وين طنبور وين هذا هو حالي مع الواقع الشيعي العراقي قطعا الأمثال تضرب ولا تقاس أحكي لكم حكاية المثل حتى تعرف المقصود عرب رجل طنبور امرأة هي زوجته كما يبدو لي فإن الحكاية حقيقية من خلال ما أعرفه من المعلومات عرب كان فقيرا فتزوج امرأة خرساء طنبورة كانت خرساء وبحسب ما أعلم كانوا يقطنون في مدينة بغداد هذا الكلام أيام الملكية في العراق هناك ما يسمى بالجسر المعلق هذا الجسر المعلق على نهر دجلة القصر الجمهوري في طرف من طرفي الجسر في الطرف الثاني في الجهة الثانية في الأربعينات من القرن الماضي بنيت هناك بيوت طينية للفقراء من الناس يقولون عرب وطنبورة ساكنين بذيك المنطق بما أنها خرساء هو متفقوا إياها إذا كان يريدوا الوصالة معها ما كان يسوي يفرش عباته معلمها على هذه الطريقة من يفرش عباته تجي طنبورة تتمدد على عباءة عرب وصار عدهم أطفال ومرت سنين وهم على هذه الحالة في يوم من الأيام اشتعلت النيران في بيوت الجيران فاحترقت بعض بيوت الجيران وبدأت النار تصل إلى بيت عرب طنبورة وفعلا بدأت النار تأكل في أطراف البيت عرب أخرج أطفاله من البيت بعيدا عن النار وأخرج قسما من الأثاث ثم فرش عباءته كي يجمع بعض الأغراض طنبورة من شافة العباين فرشت اجت اتمددت باعتباري على الاتفاق الذي كان فيما بينهما فعرب قال له من عولت الوالدين وليس احترقنا 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 هاي السالفة مو هسة مو وقتها من عولت الوالدين احترقنا قوم يخني لهم الغراض ونشرد من النار وهزئي ذا وقال عرب وين أو طنبورة وين هذا المثل يضرب لرفيقين لمجموعتين لجهتين بحسب الظاهر يكونان معا ولكن كل رفيق يسير بعقله وفكره في اتجاه بعيدا عن الاتجاه الذي عليه الرفيق الآخر فانا والذين اتحدث اليهم حالنا مثل ما يقول المثل عرب وين طنبورة وين البعض يقول لي من انك تنفخ بجربة مزروفة ويا ليتني كذلك يا ليتني انفخ في قربة مثخوبة وان كان النفخ سيوسع هذا الثقب لكن ربما في لحظة من اللحظات اتمكن من اصلاح هذا الخرق انا اقول لهؤلاء اللي يقولون لي تنفخ بجربة مزروفة اقولهم انا اصلا ما عندي جربة لا جربة سليمة ولا جربة مزروفة انني انفخ في الفراخ انني انفخ في الفراخ الواقع هكذا يقول لكنها وظيفة الشرعية ولا ابالي ولا ابالي بعد ادائي لوظيفة الشرعية لا ابالي ولا اريد شيئا من احد فهذا هو حالي معكم انني اتحدث مع الزهرائيين وليس مع غيري هذا هو حالي معكم حال هذا المثل والامثلة كما قلت تضرب ولا تخاص عرب وين طنبورة وين نذهب الى فاصل ترجمة نانسي قنقر